انا دزلت لي واحد اجري باكاسها ولكن الله يخد فيهم الحق ايه مكتوبة في القرآن لا تعملوش الغلط اللي عملت انا لا تعملوش الغلط فوقو بحتو انا ما عرفتش كيف اشهد دولة دي للسويد بانوك يقولوا احسن دولة في العالم ما عرفتش الانصرية والانانية والضخك على الناس واكتر الناس اللي مكترش الكانورة هم يضحكوا عليها يضحكوا عليهم حيث انا كان كلكم خدوا بالكم وشوفوا شونو كتعملوا وما تسمعوا لأي واحد اللي كيبلكم شي حاجة الله ينتقم من السوصيال وانا اللهم معايا انا عاني بزاك دي بالشكل انا بسويد ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي تفتح من عنده وصف حيا ابنها اللي هي حارب الكرمي له وانا في حمد الله قد نكافح من اجل ابني الحمد الله ابني صحت الله زينة واحكا نرشط اني ال 11 سنة اللي عشت هنا يفسد شفت المر اخواني اخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انه حجزة هنا هاد المقطع هادا بالنسبة الناس اللي تفرجوا فيه انا تعمط نحط ليكم تم حتى التاريخ امتى نزلتوا هاد الفيديو هادا 2022 8 فبراير بالضبط شابة مغربية لينا القصة ديالة كانت دردجة من بعد غير نشرح لكم بالضبط على ما حطيته لكم بالنسبة للناس اللي ربما تكونوا مشتوش هذا الفيديو هذا إلا بغيتهم خلي لكم الرابط باش تشوفوه كامل وتعرفوا القصة ديالة يعني كاملة شنه اللي وقع لها واخر قلنا كينين جوج ديال العائلات يعني مغربيات اللي تحيدوا لهم لوليدات ديالهم جاوب على هاد القضية هذي بوريطة والجاوب التاني ولا النقطة التانية اللي غدين هضروع لها اللي عندها علاقة بالأزواج ديال المغربيات الأجانب اللي قال لك سيدي غدين يمنعوهم من الفيزا وما يبقاوش يدخلو عند الزوجات ديالهم المغربيات نعطو ديالك الطبالة والحلايقية اللي كنسميهم أنايا لأنك كان الفرق ما بين يوتيوبر ولا مؤثر ولا صانع محتوى وما بين حلايقي ولا حلايقية ما كان عمامش قال لك سيدي ذابا اللي جوجت بشي أجنابي تسير عنده وبراب والبوريطة وكذا غادي نشوفوا ماذا صحة هذا الخبر واشهد الكلام فعلا قالوا بوريطة والله هاد الناس هادوا يراكبين على الموجة وذينين البوز فقط واخر نبدأ بالنقطة اللولة اللي خرجت ديالي جاوبنا على هاد جوجة العائلات اللي الدولة هملوا لديالهم كذ قولنا الخبر أكدت وزارة الخارجية المغربية التولتاء سحب الطيفلين من أسرتهما المغربيتين في السوين من طرف مصلحة الرعاية الاجتماعية هاتي منينجا جاء ذلك بحسب جواب وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة على سؤال كتابي شكول لي عطاه لي ولا شكول لي وجه لي الكتلة النيابية للحزب ديال العدالة والتنمية من طرف البرلماني بوانو كتعرفوه كاملين الإخوان اه شنو اللي كيقول لي هنا فالسؤال كيقول له دي هاد جوجة عائلات شنو اللي يبقى لهم شنو اللي يبقى لهم وبغينا نشوفوا شنو اللي كالدرس الدبلوماسية ديالكم عموما على المعاناة اللي كتعرض لها الجالية المغربية خصوصا في الدولة لأنهم كيخطفوا لمنونيذات ديالهم بإسم القانون لسبب يعني بسيط باش يمنحوهم مثلا الأسر مسيحية ولا مثلا عائلات مثلية وكذا الاخري بلا ما ندخل في التفاصيل بس دي الوزارة ديال الخارجية ديالنا قال لك ودي الموضوع ديال السحب ديال المصلحة ديال الرعاية الاجتماعية بالسؤول للأطفال من أسرهم صغيرة دات الأصول العربية والمسلمة يعني أولت الوزارة اهتماما بالغا له من اللي سمعوا هذا الخبر قال لك سيدي الصفارة والقنسولية والديبلوماسية كاملة أعطته واحد الاهتمام كبير وبادرت إلى الاتصال بالجالية المغربية وتبين بالفعل وجود حالتين من الأطفال المغاربة كي نجد للعائلات للدوم النوم لذات ديال وكثفت اتصالتها مع السلطات السويدية من أجل توضيح الحالتين ومدى ملاءمتها يعني للمساطر أو الإجراءات القانونية لأنهم كما قلنا يديوا للناس وليداتهم تحت أي خزع بيلا وكي يقول لك وديها دي يعني باش نحميه ذاك القاصر الخارجية السويدية انفات الاتهامات اللي كتوجه لها مثلا على المواقع للتواصل يجمع ذاك شي لك نشوفه أنا الدولية بنتي الدولية جولاد ديالي الدولية كادة الدولية دا القانون السويدي قال لك سيدي هو بحلي بزاف دي العائلات العربية والمسلمة يعني باقى ما بغتش تستوعب القانون اللي كتطبقها الدولة دي كما قلنا لحماية القاصر بمعنى بحلي العائلات اللي كتدمنوا لذاتهم يعني كيفرطوا ولا كديروا أمور ما شهية هذيك اللي كتصيب يعني السويد ولا الرعاية الاجتماعية للسويد اللي كتدخل لهم واخا أنا لثار الانتباه ديالي كامل هاتش كامل ولا على حسب يعني الجواب ديالوزير ديال الخارجية قال لك سيدي العائلات المغربية دولي ثار الانتباه ديالي ودولش حطيت المقطع ديال الفيديو العائلات المغربية ناذرا ما كيدوا أطفال منهم باستثناء الحالتين بحلي هاد الفيديو اللي حطيت لكم دابا هذيك المغربية الشاب بلينا اللي المعاناة ديالها دخلوا شوفوا تفرجوا الفيديو غدتسمعوا المعاناة ديالها بنسبة الناس اللي ربما تكونوا ما سمعتوش وغدتشوفوا المعاناة والمرارة اللي ذاست منها والمرار اللي شربها السوسيال يعني والسويد وفي آخر المعطاف يعني انهارت وتوفات مسكينة داتة توفاتة المانية وذك الوليد يعني يبقى مسكينة ايتيم هذيك ما شي مغربية ما ساقوش لها الخبار الديبلوماسية والصفارات والقنصليات ما ساقوش لها الخبار كيفاش دابا كدخلنا الصفارة المغربية اللي كنتم وكدقول لك ودي نها ديرا ما كيكونوا حالات ديال أطفال مغاربة اللي كيتنزعوا من العائلات ديالهم باستثناء الحالتين يعني شي غريب نتمنى نكون وضحت لكم هذة من قيطة هذو نتمنى أنه يجب انسمعوا خير والأخبار زينة على هذة العائلات اللي الدولة هم لوليد ديالهم ولكن كما قلت ما خافية أعظم هذو فقط حينت السؤال ديالهم يعني التطرح في البرلمان والديبلوماسية والصفارة تحركوا باش يتواصلهم على عائلات ديالهم ولكن كاين عائلات اللي حدثوا على حرج كيعانيوا في خفاء في صمت المهم ده بندوزون القيطة التانية كي ما قلت ليخون باش ما نطولوش الفيديو بززاف اللي عنده علاقة بالموضوع ديال المنع ديال الأزواج الأجانب اللي مجموعين بالمغربيات باش ما يدخلوش ولا باش ما يعطيهمش الفيزا اهنا كما قلت كينوا حط الخلط ودوك الطبالة كبني على البوز وكي يقدفوا في الأعراض ديال عباد الله وحنا في شهر رمضان شهر قفران لاحظوا معايا البعض يقول أن بوريطة أمر بعدم منح التأشيرة لأزواج المغربيات من الأجانب وهذا خطأ بوريطة ما قال شهر الهضرة واحد السؤال اللي اطرح ما اطرحش أنه لاش منعته مثلا الأجانب الأزواج ديال المغربيات لا وإنما السؤال كان كالتالي بوريطة رد على برلماني طالب بإعفاء أزواج المغربيات من التأشيرة رقزوا مزيان على الهضرة اللي كتسمعوا معي ولا اللي كنقول لكم بوريطة رد على برلماني طالب بإعفاء أزواج المغربيات من التأشيرة بإعفائهم شنو لك الجواب ديال بوريطة الجواب عندي ديالو كان واضح الزواج من مغربي أو مغربي لا يمنحك التأشيرة مباشرة بمعنى آخر أن الدول اللي فرض عليهم المغرب الفيزا إلا كان شي واحد شي راجل منهم مزوج بمغربية فهذا ما كيعطيهش الحق بش يدخل للمغرب عند الزوجة دياله مباشرة وإنما خصوا يديرتها هو الإجراء أسبح الباقي الناس يطلب فيزا وكذا ماشي يدخل للمغرب قال السيدبي أن إن كان الزواج من أجنبي أو أجنبية هو حق شخصي للمواطنين المغاربة فإن التأشيرة هي أمر سيادي للدولة بكل بساطة مغربي مغربي يتجوج من أجنبي ولا أجنبي حقه ولكن كما قلنا هاد المواطنين ديال هاد الدولة اللي كان سواء راجل ولا مرأة ومجوج بشي حد من المغرب يعني مجوج بمرأة ولا مجوجة براجل مثلا فهذا ما كيعطيهش الحق أنه يتعفى من ذيك الفيزا اللي مطبق على الدولة دياله كونه أنهم زوجوا بالمغربية ولا مزوجوا بالمغربي فاهمين؟ هذا هو الخلط اللي كان وهذا الشي اللي يديروا هاد الناس هادو يعني ما يتقبلوش المنطق وما يتقبلوش الواقع يعني هم بقوا كي يقدفوا في عباد الله ويقدفوا احتفق خواتاتهم المغربيات والمغاربة اللي تزوجت بشي حد أجنبي تمشي عنده عبر عليكم بوريطة ما نعرف أشنو وزيد وزيد من هاد الكلام عدقي ما قلت في البداية حيث عيال من والده با ما كان عممش يقول لك أنا يا مؤثر أنا يوتيوبر أنا صانع محتوى أنا يوتيوبرة أنا صانعة محتوى ولكن الهم ديالهم هو البوز لا أقل ولا أكتر يعني ماشي أي واحد نطلع عندكم وانا ندردز عليكم وتصدقوا ذاك شي اللي كان نقول له لا حتى أنتم ما دلوا شوية مجود تأكدوا من ذيك المعلومات اللي كان أعطيهكم وشوفوا كان نقول لكم ذاك شي صحيح ولا أكن نزردوا عليكم باش نركبوا على الموجة وندروا البوز ونمشيوا بحالاتنا واخلي إخوان المهم باش ما نطولش بزايف الفيديو نخليه حتى هنا يا ما تنساوش تعتمونا لأرأة ديالكم فاتشي كامل اللي اهدرنا عليه والبصائمات ديالكم مخسرتوا وبرك الله وفيكم ما غا يضيعوا لكم حتى شي حاجة رهم فابور رهم فابور حطوا ذيك البصائمات بما يا والبرتاجي لقبضيثوا قدر المستطاع باش تعمل فائدة نهاركم بروك